اليوم بعد أن حان تنفيذ رفع حضر السلاح عن إيران حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الدول التي تحاول بيع أسلحة الاتهران من عقوبات مؤكداً أن واشنطن ستستعمل سلطاتها المحلية للحيلولة دون ذلك بومبيو الذي حاول جاهداً وقف تنفيذ القرار دون طائل حث جميع الدول التي ترغب في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب على أن تنتنع عن بيع السلاح إلى إيران أو شرائه منها إيران من جهتها أكدت أن حضر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرض عليها الأمم المتحدة رفع تقائياً معتبرة في تغريدة لوزير خارجياتها محمد جواد ظريف أن جميع القيود رفعت سواء على نقل السلاح أو النشاطات المرتبطة به أو الخدمات المالية من إيران وإليها وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين وفيما أكدت موسكو في سبتمبر عزمها تطوير تعاونها العسكري مع طهران بمجرد رفع الحظرة لم تخفي الصين أيضاً نيتها بيع إيران أسلحة لها بعد هذا التاريخ وهو ما توقعه محللون عسكريون أعتقد بعد رفع الحظر ستتطلع إيران إلى الحصول على بعض السلاح من دول مثل روسيا والصين مثل الصواريخ الدفاعية وأنظمة الدفاع الجوي S-400 أو الصواريخ الأسرع من الصوت أو بعض المقاتلات لكنها لن تجتري أنظمة متطورة تكلف أموال طائلة الخارجية الإيرانية أكدت في بيال لها أن عقيدة إيران الدفاعية تقوم على الاعتماد على القدرات الذاتية لشعبها وأن حمى شراء الأسلحة غير التقليدية أو أسلحة الدمار الشامل لما كان لها في هذه العقيدة نحن الآن نصدر السلاح ولدينا اكتفاء ذاتي بل ونساعد الآخرين والعالم يعلم هذا لكن محللين عسكريين غربيين يقولون أن إيران تبالغ في قدرة أسلحاتها رغم أن المخاوف من برامجها في تطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى كانت من الأسباب الرئيسية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي